السلام عليكم اخواني واخواتي. هذا الفيديو موجه للبراعيم الصغر اللي هما مقبلين على الدخول المدرسي او هما يقروا في السنة اولى ابتدائي. ولكن من الافضل اننا ندربوا ولداتنا قبل من الدخول المدرسي بمني كيكونوا في الموين سكسيون او في المنزل باش كيمشوا المدرسي هينو معاونا نريصهم انهم تكون عندهم بداية زوينة موفقة باذن الله. اذا هاد الفيديو غادي نتعلمو حرف الميم المقيس زيالو وكيفاش نكتبوه منفريدا وضمن كلمات وفي الاخر غادي ندير واحدة الجملة صغيرة يعودوا كتبوه وتدربوه عليها. اذا انا اخدوه الدفطر لي هو تنكتبو فيه كامل في المغري بنفس الدفطر لي كنكتبو فيه. اذا غادي نبدو على بركتي الله. عدنا هنه هاد الخط الاساس. هدا ما كنحسبوه. كنحسبو هاد الخطوط الرافعة. اذا حرف الميم عدنا فيه سطر واحد. كنكتبوه علي هاد الشكل هادا. كنديرو نوقات باش كنعونو وليداتنا انهم يعودوه مرات عديدة. في حالة متلا شي وليد ما عرفش يكتب. اذا كنديرو لي عملية التنقيت. مثلا كنعودوهم بالتنقيت كنكتبو حرف الميم بواسطة النقاط. وكن طلبوا منهم يعودوا فوق منهم. بحال هكا على هاد الشكل هكا انا كنعطيكم غير اموذج. كنتو ما عينكم ميزانكم. اذا حرف الميم في اول كلمة. غادي ندمجوه داخل كلمة. اذا ما غادي موزن. نعطوك كلمة موزن. وغنطلبو منو يعودها عدة مرات. يكتبها. الان حرف الميم وسط الكلمة. مثلا. مثلا مي. اذا نطلب من المتعلم يعودها عدة مرات. نديروها داخل كلمة ضيماد. ضيماد. نعودو. نطلبو منو. انه يكتبها يعودها عدة مرات. نديرو ليه المثلا الميم. انا كنعطيكم جميع الوضعيات. الميم. الاخر الكلمة. من. نعودوها الى ما بانتش لينا مزيان. ها هي. ونعودوها تاني. نطلبو المتعلم يعودها لنا. كتبنا مون. غادي ندخلوها ضمن كلمة. قلمون. اذا قلمون فيها سطر واحد. قا. لام فيه جوج. الميم فيها سطر واحد. فوق الخط الاساس. وكان هبطوه بجس صيرة صغر. قلمون. ونعودو تاني. نطلبو منو يعودها. اذا حرف الميم راه كيكون فيها غي سطر واحد الفوق. والتحت هنا يكونو جس صيرة. القاف عندها سطر واحد. اللام عندها جس صورة. الميم عندها سطر واحد. وجس صورة التحت. اذا كنطلبو منو انه يعودها. وتنكتب واحد الجملة. مثلا غي صغيرة في التحت. بي. يا دي. مريم. كتاب. بي. يا دي. مريم. كتاب. وتنطلبو منو تاني. تنطلبو منو تاني يعودها هنا. وبالتالي تلميت كيستطع انو يكتب لنا حرف الميم منفارد. داخل. مثلا نعوده له بالنوقات الى معرش. ونكتبو هكالكلمات. وتنطلبو منو يعودهم. وكتولي الكتب اليوم حرف الميم من غد حرف الاخر حتى كيتقن الكتابة دياله. كتكون كتابة جيدة. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.